هنتكلم دلوقتي خلاص أنا أخدت بالي من المحاذير اللي ممكن أخدها في بالي أو أحطها في اعتباري قبل ما أبدأ أي نظام صحي للحياة هبدأ أعمل نظام صحي للحياة هذا النظام يبدأ من النوم لازم الشخص ينام من 6 إلى 8 ساعات هو 6 في حد ذاته رقب كافي جدا نوم يوميا متواصل ونقطة من قصين لازم ليلا النوم بالنهار ليقادل النوم بالليل بهذيك العصبي بيرتاح بالنهار في عمدك هربونات في جسمك معدلها في الدم الصبح غير معدلها في الدم بالليل زي الكورتزول بيعلى بالنهار وبيقل بالليل فبالتالي لازم فترة الراحة تبقى بالليل مش بالنهار رقب واحد 6 ساعات نوم متواصل أو 8 بالليل مش بالنهار ثانيا زي ما انتفعنا كلمة رجيم يعني نظام منفعش أفطر في أي وقت أتغدى في أي وقت أتعاش في أي وقت مستني صحيتي تبقى كويسة مش هتكلم على نزول الوزن تمام؟ في قواعد رئيسية فطار قبل الظهر غدا قبل المغرب دي حاجات إلهية تجاوزها بيخلي الشخص ما يخصش كويس فطار قبل الظهر يفضل الفطار يبقى من الساعة عشر للساعة حداشر وطبعا لو تماني يبقى أفضل بكتير لكن بالنسبة للناس اللي معندها الشغل أو بتنام متأخر أو 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 أخرج الساعة عشر أو حداشر بالكتير الفطار من الوجبات المهمة جدا فإلغاءها بيعمل عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 ناس كتيرة جدا تقولك أنا بصحة منهم ما بعرفش عفطار جميل ممكن كوب لبن خالد دا محلة بمعلاقة عصن لح وبعد الساعة أبدأ أتناول روبا الريف بأي شيء خلاص أنا كده فطرت وتجاوزت النقطة دي الغدا الوجبة الرئيسية الوجبة الرئيسية لو اتقلبت بعد المغرب بقى فيه مشكلة كبيرة لأن الحرق في الجسم هو عبارة عن دايرة بدأة من الفجر للمغرب دي مرحلة القوة ومرحلة الحرق الكويس وبعد كيها بتتعكس من أهزان المغرب للفجر لما أتناول الوجبة الرئيسية بتاعتي في الفترة دي من المغرب للفجر الجسم مش هيحرقها بشكل كامل هيخزب منها جزء كبير لكن لما أتناولها فترة النهار لا الجسم هيحرق منها جزء كبير الوجبة دي مش لازم تبقى قصية لكن لازم تبقى معتدلة بمعنى في الهرم الغذائي المشهور قاعد الرئيسية بتاعتنا النشويات فالنشويات مش حاجة وحشة بس بعقل الخطوة اللي وراها هي الفكهة والخضروات اللحوم الزيوت هم منقطين على القمة فبالتالي عاوز أتناول اللحوم مش لازم تبقى محمر مش شوية مسلوقة دي قواعد رئيسية الكبهدريت مسموح لكن مش لازم أكون ريغيفين عيش ممكن نصر غيف ممكن خمس معالي رز ممكن ستة أو سبعة مكارونا كل ده هيبقى شيء كويس قبل ما بدأ تناول الأكل في حد ذاته لازم أحدد معادي الأكل أنه هو ياريت يكون قبل أزان المغرب بساعة ونصر أو ساعتين وطبعا لو على أزان العصر حيبقى شيء أفضل بكتير بداية أي وجبة هي كباتين مياه كبار وبعد ربع ساعة أبدأ في الأكل المعدة بالأسف هي مش زكية أبدا هي عضلة لما يحصل عليها شد تبدأ تحس بالشبعة المعدة بدي أحصل عليها شد وتحس بالشبعة بعد 15 أو 20 ديئة من بداية تناول الأكل فبالتالي تناول المياه بالأكل ربع ساعة أبدأ بطبق سلطة أمضغ ببطء ده بيخلي المخت هتوصل لأشارة من الجسم بدأ يشبع فبيقل كمية الأكل ويبدأ يوقف الأكل ملق المعدة في البداية بمية مهم جدا لو شخص بيعني من قرحة أو حموضة أو 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 هتهدي جدار المعدة بعد كده طبق السلطة فإحنا أخذنا أكبر كمية ممكنة من المعدة فبالتالي هتناول أكل بعد كده بكمية قليلة تمام طيب عشان أعمل نظام صحي العشاء في بعض الناس متخيلة أنا ممكن ناخد عش سن أو بقصمات سن أو حتى عش بلدي بس بكمية صغيرة في الليل هو كده تعش عشاء خفيف العشاء الخفيف المقصود بأكل بدون دهون بدون نشويات يعني أنت النهاردة صهران وكتأكل علبة تونة بدون زيت وده اسمه عشاء خفيف تمام لكن العفضل منه بالتأكيد إن أنا أتناول فكهة العفضل أو على نفس مستوى تناول الفكهة ممكن أتناول زبادي مع معلقة شوفان حتحسسك بالشبعة مكتلاوة أي كمية من الفكهة معدى بعض الأنواع بالفضل تبقى كمية فيها قليلة زي الموز والمانجا مثلا لكن تفاح رمان أنا ناس كيوي كيوي من الفكهة الرائعة جدا وكتأكل منهم كميات كبيرة لحد ما شبعا بالنسبة للنظام الغذائي الصحي إحنا للأسف ما بنهتمش بالأسماك مع أنها عنصر مهم جدا لازم في يوم يومين في الأسبوع أسماك على الأقل الأسماك غنية بأم جسري بشكل محترم ومش حنلاقي في الأم جسري في الأسماك في أي حاجة تانية فبالتالي هي مهمة جدا عشان كفاءة القلب عشان تقليل الكوليسترول في الدم وكمان صعراتها الحارية مش عالية وراء منها في الأهمية بالنسبة لللحوم ممكن نتكلم على الأرانب ممكن نتكلم على اللحم البتيلو ممكن نتكلم على الفراخ اللحم الأحمر آخر حاجة ممكن نفكر فيها بكمية كبيرة دي قبعات رئيسية جدا للضيت لو قادرنا نمشي عليها تفرق جدا معنا ما ننساش إن جسمنا بيحتاج أو عشان نخس بنتكلم على 45% نظام غذائي 45% رياضة 10% العشاب والأدوية فبالتالي ما قادرش أهمل الـ 45% رياضة بابدأ بنصف ساعة ماشي يوميا تاني أسبوع ممكن توصل 40 دقيقة تاني أسبوع ممكن توصل 50 بعد كده 60 وحفظ على مستوى الـ 60 دقيقة مجهود متوسط يعني المشي ما حدش قال اجري ما حدش قال اعمل مجهود عنيف خلاص عدنا مرحلة المشي وكفقتك بقيت كويسة اعمل مجهود أعلى من كده لازم نتكلم على شرب السويل بشكل بير جدا المية 2 لتر أو 3 في الشتاء وأربعة في الصيف بعض الناس بتعني من الإمساك مع الضيت وده لقلة تناولهم الألياف وده موجودة بكسرة في حاجة زي البردقوش موجودة بكسرة في حبوب الكاملة زي البليلة موجودة بكسرة في البقدونس وقلة شربهم للمية وقلة الحركة اللي بتؤدي إلى قلة حركة الأمعاء النظام الغذائي مش عذاب النظام الغذائي هو أسلوب حياة هيؤدي إلى صحة أفضل يريد أن نلتزم بالتعليمات دي وبإذن الله تبقى الصحة أفضل وأشوفكم على خير بإذن الله اشتركوا في القناة